اشتركوا في القناة ونضرب بهذا مثال إذا رأينا إنسان يمشي في طريق ويكاد يسقط في حفرة مثلا هل ننبهه أو نتركه؟ ننبهه لا بد لأننا إذا تركناه قد نضمن هذا الرجل فقال إن كان هذا في أمور الدنيا فهذا بالك في أمور الآخرة ففي أمور الآخرة من باب أولى إذا رأينا الناس أوشكوا الوقوع في حفر النيران لا بد أن ننبههم وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن لو كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا بد أن تدعو إلى ما دع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما دع إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالدعاء أي الدعوة إلى توحيد الله وإلى ما دع إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما سيأتي معنا أن الدعوة لها شروط خمسة الأول الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني معرفة حال المدعو والشرط الثالث العلم الشرعي والرابع الحكمة والخامس الصبر على ما سيأتي معنا إن شاء الله من الأدلة لا